اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لاكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار او على دلاب المطبخ او في اي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الاكياس دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاكي تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعض وكده بيشيل معاكي 30 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او اداة تثبيت طريقة تثبيتها على الجدار سهلة جدا والاداة دي بيجي متثبت عليها كزا شماعة طبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ او تقدر ان انت تثبتيها في الحمام وتنظم عليها ادوات الحمام وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزاها وتثبتيها عندك في اي مكان في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدرين ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدرين ان انت تنظمي بيها الحلل أو الأجهزة الكهربائية أو الأطباء أو مختلف الأدوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا هنشوف عندنا أداة تسبيت أو حامل تقدرين ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه غطيان الحلل أو لوحة تقطيع الخضرات أو مختلف أدوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى عندك بعد كده عندنا القطعة اللي بتيجي بأحجام مختلفة تقدرين ان انت تنظف بيها أنواع الفلفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بعد كده عندنا أداة تقطيع وهي عبارة عن سكاكين صغيرة كده بتساعدك ان انت تقطع الفكهة أو الخضر على شكل شرايح وفيع جدا وغير كده بيجي معيها مأشرة بتساعدك ان انت تقشري بيها الخضر أو الفكهة بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدرين ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها فرش الأسنان ومعجون الأسنان وهنا معانا الأداة اللي بتساعدنا ان احنا نشيل الأمعة أو البزر اللي في الفكهة أو الخضر يعني تقدرين ان انت تنظفي بيه الخضر أو الفكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا الأداة اللي بتساعدنا اننا نقطع الخضر بشكل متساوي وتقدرين ان انت تعملي من خلالها مختلف أنواع سطلطات بكل سهولة زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدرين ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها فرش الأسنان ومعجون الأسنان وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الأكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس أو الفراخ أو المكرمشات بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا أو القطاعة اللي تقدر ان انت تقطع عليها الخضر أو الفكهة أو تقدر ان انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف أنواع سطلطات بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفيله سائل التنظيف وبعد كده تقدري من خلالها تنظفي كل الموعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجراحي إيديكي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضر طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطع بيها مختلف أنواع الخضر بأشكال مختلفة وغير كده بيجي معاها فرشة بتساعدك ان ان انت تنظفيها بكل سهولة هنا بقى عندنا مصفة مصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها وتصفي من خلالها الخضر أو الفكهة أو الفراخ أو اللحمة وغير كده كمان هي مش بتاخد عندك أي مساحة في المطبخ خالص بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة مميزة بتساعدك ان انت تعملي من خلالها السجوء أو تقدر يتحشي المنبار بكل سهولة تقدر يتعملي من خلالها الأكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص وهنا هنشوف عندنا منظمات للتوابل والمنظمات دي بيجي معاها كتعة بتساعدك ان انت تتسبتي المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس طبعا تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف أنواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تتسبتيه في المطبخ أو في الحمام وتنظمي فيه مختلف لوازم المطبخ أو مختلف لوازم الحمام بعد كده هنشوف عندنا حامل أو منظم لأدوات مختلف التنظيف زي الممسحة أو المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزيتية اللاصق يعني مش بتحتاجي لأي مواد لاصقة عشان تسبتيه على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تسبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبره كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات أو الملابس الداخلية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد أو تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على مصفة حوض المطبخ وبعد كده تقدر تلمي كل بواي الأكل والأوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل ده تقدر ان انت تسبتيه على جدار المطبخ وتنظمي عليه الإطباق اللي انت محضرة عليها كل الخضرة اللي انت هتستخدميها وانت بتطبخي او تقدر ان انت تنظمي عليه مختلف الإطباق اللي انت هتحضري بيها صفرتك هنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا منظم للتوابل المنظم ده تقدر ان انت تسبتيه على الجدار بكل سهولة وهو بيستوعب معاكي أربع أنواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة وكل منظم من المنظمات دي بيجمعي المعلاقة الخاصة به هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تسبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي به صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني أي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا عندنا مجموعة من الاشريطة المصنوعة من البلاستيك اللي بتثبتيها على العجل العربية وبدورها بتساعدك ان العربية تنشي على التلجة او على الاماكن اللي بيبقى فيها تجمد بعد كده معانا مجموعة من الشموع اللي بتشتغل عن طريق الحجارة طبعا الشموع دي اصطناعية يعني هي مش بتطلع نار حقيقي والنار اللي فيها بتتحرك كده شكلها بيكون جميل قوي وعملة زي الشمع الحقيقي دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الشمعات الشمعات دي حجمها صغير جدا تقدر ان انت تثبتي بها البناطيل او الجيب او مختلف الهدوم اللي بتبقى عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداء اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدى بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفاكهة تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفاكهة بكل سهولة في البيت ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بت3 طرق وطبعا تقدر ان ان انت تختار الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت بتكون متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت يجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عمي الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي